اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بالتعاون ثنائي بين البلدين وكان في استقباله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار أخوه سمو الشيخ جابر لمبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وأنواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالكويت وأيضا سفيراء البلدين وقد أدل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى دولة الكويت الشقيقة بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل إلى دولة الكويت الشقيقة بلدنا الثاني في زيارة حرصنا أن تكون تقليدا سنويا نلتقي فيها بأخينا صاحب السمو شيخ صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أن نؤكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت وتميزها منتهزين فرصة هذا اللقاء الغالي لنعبر عن الاعتزاز بالمسار المميز الذي يسير عليه التعاون بين بلدين وما يتصه به من قوة ورسوخ في كل المحطات التاريخية التي مرت بها علاقات البلدين فالعلاقات البحرينية الكويتية متجدرة ومتجددة ومتنامية وتعد مثالا يحتذا في العالم لارتباط بلدين رسميا وشعبيا فرؤانا مشتركة وأمننا واحد ومصيرنا واحد ويسعدنا أن نحمل من مملكة البحرين ملكا وحكومة تحيات مليئة بمشاعر الحب والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا هذا البلد العزيز الذي له المكانة الكبيرة في قلب كل بحريني إن هذه الزيارة ستكون فرصة سانحة أيضا للقاء أخينا سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وأخينا سمو الشيخ جابر لمبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ضمن اللقاءات المتواصلة التي نحرص على مضاعفتها لتوطيد أفاق التعاون والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والخليجي خاصة وأن المنطقة اليوم محاطة بكم كبير من التحديات التي تتطلب التسلح بسلاح التعاون لمواجهتها والتغلب عليها فلم يعد الحل المنفرد مجديا في ظل هذه الظروف فالتأثيرات والتطورات لا تقتصر على محيط واحد بل ممتد لتطال جميع الدول لذا فالتعاون اليوم لا بديل عنه للتصدي لهذه الأخطار وأنا أحمد الله عز وجل أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعيش اليوم عصرا ذهبيا غير مسبوق على مستوى التعاون والتنسيق الثنائي والجماعي وإن هذه الزيارة إلى جانب أبعادها الأخوية فهي تأتي في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم وختاما فإننا ندعو الله العلي القدير أن يحفظ دولة الكويت قيادة وشعبا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر